ما حدث خلال الأيام السابقة وأنا الحقيقة هنا هتكلم وحبدأ كلامي عكس الناس ما حبدأتهم خلال الفترة الناس الفترة اللي فاتت اليومين 3 اللي فاتوا تكلموا دايما عن إيه كل البرامج الرياضية وكل البرامج كل الناس كان بتكلم عن إيه إن كيف خرج منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم من دور الستاشر في كأس الأمر الأفريقية لم يلتفت أحد إلى شيء مهم جدا وهو كيف استطاع منتخب كرة اليد أن يحقق إنجازا أفريقيا رائعا ويتوج ببطولة الأمم الأفريقية على حساب منتخب الجزائر هي ليه دايما الناس بترو طبعا الكرة هي الأهمة والكرة هي الأعظم والكرة هي الأفضل ولكن هوا إحنا ليه ما بنعطش نفكر كناس مسؤولين عن الكرة أو بنحب كرة القدم إحنا ليه ما بنعطش نفكر نقول إزاي الشباب اللي قدامنا ده في كرة اليد قدر ياخد هذه البطولة للمرة الثالثة على التوالي ووصل إنه هو يبقى رابع العالم ووصل إنه هو وحقول لحضراتكم كيف استطاع منتخب اليد أن يفعل كل هذه الأمور كيف استطاع هذا الجيل من منتخب كرة اليد إنه هو الجيل اللي قبل ده بطله اللي هو الكابتن أحمد الناس العظام اللي موجودين كلهم بطله جيب عديهم هذا الجيل بدون ما يحصل أي أي حاجة في النص هي ليه الناس ما فكرتش هو ليه منتخب اليد ده استطاع أن يحصل على كل البطولات اللي دخل فيها أو على الأقل كان بيفرح الشعب المصري في كل البطولات اللي دخل فيها السنة اللي فاتت والسنة دي ليه الناس ما فكرتش إن منتخب اليد ده أنا بتكلم هنا عن المسؤولين في كرة القدم ليه ما فكروش إنه إزاي منتخب اليد ده استطاع إنه هو يفوز بكأس الأمم الأفريقية والمتابع لكرة اليد عارف إن منتخب مصر ومنتخب تونس قريبين جدا من بعض اللي اتفرج على البطولة دي شاف إن منتخب مصر في حتة وبقية منتخبات أفريقيا في حتة تانية بعيدة عنه خالص منتخب مصر في مكانة عالية من الناحية الفنية كبيرة جدا جدا إزاي اتحاد كرة اليد بقيادة الكابتر محمد الأمين استطاع أن يصل إلى المنظر اللي احنا شايفينه ده احنا كلنا ثقة في منتخب اليد إنه هو حيستطيع إنه هو يعمل حاجة خلال الفترة اللي جاية في أي حاجة يشترك في أفكاس حالة في أولمبياد لو بيلعب في الشارع اللي جنبنا حنبقى مبسوطين إنه إحنا بنتفرج على هذا المنتخب وأنا هنا بحيي إدارة قناة النادي الأهلي على أن هي قدرت تجيب لنا كل مطشط منتخب مصر الحياة كانت مزاعة على شاشة قناة النادي الأهلي كانت الناس بتسألنا هونتوا ليه بتزي إحنا بنبعث رسالة اهتموا بهذا المنتخب وبنبعث رسالة للمسؤولين عن كرة القدم نقول لهم إيه الموضوع بسيط روحوا شوفوا منتخب اليد عمل إيه عشان يفوز أو عشان يصل لهذا المستوى واضح أن هناك فارق جبير جداً بين التخطيط والسياسة والسيستم اللي بيدار بيه اتحاد كرة اليد اللي حضراتكم شايفينه وإنجازاته وأرقامه المشرفة هذه الأرقام التي تتكلم عن نفسها على النقيد وعلى الجانب الآخر الجانب الأسود ده الجانب الأبيض دكتور مصفى مدبولي دكتور أشرف صبحي موجودين وبيحتفلوا بفوزنا بكسر أمر الأفريقية هتقول لي عام لأ أنا مش اللي فارق معنا إحنا بنفوز ببطولة الأمم مع أنها ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد لا أنا اللي فارق معايا مستوى منتخب مصر وده للفنيين بقى اللي بيفهموا اللي أنا سألتهم في كرة اليد قالوا لي لا إحنا فرق كبير قوي بنا وبين اللي بعدنا